استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الحج والعمرة السعودي توفيق ابن فوزان الربيع الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين ورزارتي الداخلية المصرية والحج والعمرة السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج وأكد وزير الداخلية الحرص على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما يؤسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فاردة الحج على الوجه المأمول من جهته أعرب وزير الحج والعمرة السعودية عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية فضلا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مقترحات لتذليلها